السلام عليكم أنا الدكتور رهاب الشحادي اختصاصي الجهاز الهضمي والكبد وسنتكلم اليوم عن مرض التهاب الكبد الفيروسي نوع A كما يعلم كثير من الناس هناك عدة فيروسات تصيب الكبد في عنا A والB والC وهذه الفيروسات الشائعة فيروس D نادر جدا وفي بعض الفيروسات النادرة الأخرى فيروس A عبارة عن فيروس التهاب معوي ويصيب عادة في غالبيت الأوقات الأطفال قبل سن 5 إلى 10 سنوات معظم آباءنا وجيلي أنا أو أكبر يصيبوا في الغالب هذا الفيروس على شكل إسهال خفيف والتهاب معوي خفيف عندما كنا أطفال فغالبيت الشعب اللي عمره فوق 30 إلى 40 سنة لو فحصناه بيكونوا تعرضوا للفيروس وعندهم مناعة أما مع تطور النظافة الخدمات الصحية نظافة المياه نظافة الأكل فكثير من الناس بطلوا يتعرضوا لهذا الفيروس أثناء الطفولة وصاروا يتعرضوا له أثناء الكبر فلما يصيب الفيروس الإنسان بعد عمر 10 إلى 15 سنة يأتي في غالبيت أعراضه كإصابة فيروس التهاب كبدي وكأعراضه زي أي فيروس ثاني زي التهاب الحل في ضعف عام بالجسم ألم بالعضلات وألم بالمفاصل حرارة خفيفة مرات بعض الألم في البطن مع لعية ونادر جداً استفراء عادةً هاي بتكون بين 3 أيام لأسبوع بعدين بنصاب بإصفرار العينين أو أبوصفار الناس بسموه في وقتها بنتبهوا الناس إنه والله شكله فيه مشكلة في الكبد وبتم إجراء الفحصات وبكون إنزيمات الكبد عادةً وهي اللي بتساعدنا على التشخيص عالي جداً عادةً مئات أو آلاف حتى إنها بتخوف الطبيب وبتخوف المرضى مع السيرة المرضية إنه كان تعب عام وإسهال وهيك شغلات اللي مرات بتكون مصاحبة لهذا الفيروس ممكن نفحص الفيروس وتشخيصه سهل جداً عن طريق فحص دم ميزة الفيروس التهاب الكبد نوع A إنه التهاب حاد يعني إنه وقته أقل من 6 شهور نادراً ما إنه يطول أكثر كأعراض من شهر لشهرين لكن إحنا بنعطي الجسم 6 شهور حتى يختفي آثار الفيروس وفحصات الدم ترجع للطبيعي الفيروسات زي البي و السي بيكون التهاب حاد ثم تصبح مزمنة في نسبة معينة من الناس التهاب الكبد نوع A ما بيصير مزمن فما بيصير ما بيطول أكثر من 6 شهور العلاج تبع الفيروس العلاج هو علاج زي أي فيروس ثاني في الجسم بده راحة بده سوائل بده راحة في البيت عادة بين أسبوع لأسبوعين و بدنا إجراءات مهمة إنه ما يعدى الناس الثانين العدوى بالهبتايتس A تيجي عادة عن طريق الفم من خلال الأكل والمشروبات فأي خضار أو فواكه مش مخسولة ممكن تكون بسهولة تعرضت لهذا الفيروس وتنقل العدوى الإنسان المصاب إذا ما كان بنظف إيديه بعد ما يروح الحمام كذا اشياء زي هيك برضو ممكن يعدى الناس اللي حاوله فإحنا بننصح بنظافة خاصة حمام مخصص له في هاي فترة المرض الفيروس معدي للأسف من قبل ما يبدأ الإصفرار بالعيون أسبوع لأسبوعين قبل ما يبدأ الإصفرار بكل إنسان معدي فممكن يكون عادة الناس اللي حواليه وهو مش عارف وممكن يظل معدي تقريبا لمدة أسبوع بعد ظهور الإصفرار على عينيه أما بالنسبة للعلاجة فقط راحة وسوائل ومراقبة لإنزيمات الكبد مع تميوعة الدم وغالبا خلال أسبوعين بيختفي الصفار وخلال شهر بتروح عراض التعب العام ونعطي فرصة أسبوعين ثلاثة بعدها نتأكد إنزيمات الكبد صارت شبه طبيعية